يا اختي يا حلوة بالذنبه مش مكسوف من نفسك رد علي يا حسن خد عني الوقت يا حسن يدي وجعتني من شلط وطلله بسم الله بدت لمي يا بيت انت وضوفتك علميني كويس بس 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 صوتك علي لي عالصبح صباح الخير صباح الخير امال امي فين اندي علمك يا حسن ولا هنفتر من غيرها يا اختي الحبيبية امك يا اختي والله كنت عارفة انك مش هتاكل لجمة إلا وانا هنا صباح الخير صباح النور والله يفيك الخير يا حسن انك سميت ابنك على اسم عبد الحكيم بس ما شاء الله عليه شبه مش كده لا شبهك يا واد ده انت جامر ياريت ويطلع شبهك بسم الله اسم الله حبيبي قالوا هم العريض حيفتروا معنا ولا بعندهمش وقت والله انا سايبهم على راحتهم وقت ما يجيلهم هواهم يفتروا حيفتروا يا تبريح هههههههههههههه Hear فهنا يا أختي حاببتي إنت يا كريمة حاببتي والله أنا مش مساركة كريمة قاعدة معي هنا في البيت لو إيه بناتك يا أختي كمان اتجوزوا أولادي ماشاء الله ماشاء الله وقاعدين معاهم أم ما ليه صحك دي السيت لازم أن تقعد مطرح ما يقعد جوزها طبعاً وما ليه والله يا كويس إن انت فهم يا جبريت ها أنا بس بقول لريتال ما عليش يا أختي تزعى ليش مفيدة جبت واد حيشكك في كل حاجة ما تهدي نفسك شوية جبريت والله حبيبتي أنا بس عايز أقول لها يعني وإن شاء الله إن شاء الله كده تدمي بالسلامة وتجيب لنا أنت كمان واد ولا بنت يعني فيهاش حاجة بس أنا إيه هاخدهم التنيني أنا مفحوضني عشان يعرفوا إنهم أخوات وكل واحد فيهم يعرف حجه وما ليه الحج حج هقول ليه كله كله يا أختي كله يا ألف أنا يا أخ هات أخيها هات أهنلوا شوية اسم الله اسم الله ما شاء الله ما شاء الله جامر جامر ألا تقول لي يا حاسن يعني ما بنت كريمة تولد إن شاء الله تجيب واد ولا بنت مش مشكلة يعني بس هتسمي إيه حكم مفيدة خلاص سمت دا على اسم الغال يا هسمي ابني عبدالله يا مرات عمي على اسم أبويا اللي هرحم عشان كل ما تسمعي اسمه تترحمي عليه صح وإن شاء الله ربنا هيرحم هو إحنا هنقعد إمتى بقى عشان كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه بس بصراحة كده أنا مش عايزة أقعد هنا أكتر من كده وبعدين هو مش عمي كان قال إن هو هيدي كل واحد حقه أنا عايزة أخد حقي عشان أمشي مش وقت الكلام دا يا شاء مش وقت لا وقته بقى يا ماما وحضرتك عايزة تعود هنا عشان جوزتي حسن لريتال ولا جوزتي زينة بالمروان براحتك إنما أنا مش عايزة أقعد هنا أكتر من كده وبعدين عشان أجيب من الآخر البيت دا مش هيهدى ولا النار اللي فيها تهدى إلا لما كل واحد ياخد حقه محدش ليه حاجة غير اللي أبويا يقول عليه أبويا الوحيد اللي يقول مين ليه ومين عليه وأي كلام تاني ماليهش لازمة كلامك في محله يا حسن مظبوط الكلام دا هو إيه دا اللي مظبوط يا ماما؟ لا طبعا مش مظبوط كل واحد من اللي قاعدين دول ليه حق واللي متنازل عنه هو حر إنما أنا لأ وإن كان مفاعل مجبا تكون بعلمه إيه؟ إجده؟ عيني عينك؟ بتجسم التركي؟ الكبير لسه عايش ما مات شي مفيش ولا حاجة هتتجسم وكيف قال أبويا؟ لو اتجسم المال هيصغر والكتير هيقل أنا هدي كل واحد اللي هو عايزه أما حوار التكسيم دي انسوه خالص وكلام أبويا وأمي هو اللي هيمشي أمي كانت تقولي الناس نوعين ناس طمعانة فيني وناس حزدانة على اللي إحنا فيه قوليلي يا ريتال عايز الفلوس ليه؟ وإنت يا شهد قولوا أنتو مش عايزين تضيع الفلوس بس انتو عايزين تضيعوا تعب العين دي كلها أنا هفتح شركة لينا كلنا وهيكون ليكم أسهم فيها والربحة والخسارة علينا كلنا بس اللي عايز يعمل أي حاجة أو يقول تكسيمه غيره مفيه شي واللي عايز يهدم البيت الكبير دي أنا هموته وهموته بيد دي فاهمين؟ هو اللي عايز يخرج من الشركة دي مش على كيفه والله ده زي ما يكون المال مالك وانت بتمنى علينا بيه مرهان تعالي مرهان مرهان ادي كل واحد فيهم اللي هو عايزه تقصد كل واحد ياخد حقه شاه سيبيها تقول اللي في جلبها يا أختي محدش ليهم يتكلم بعد الكبير خبره يا ريتار هتبص لأمك ليه ولا أنت فاكرة أنا هتقدر تقول حاجة بعد الكبير مجال لا حبيبتي تبقي على طعن لا كده الواحد بها اتدع قلبه يقلق شركة ايه يا أستاذ مروان اللي انت عايز تعملها وليه انت اللي تدير كل حاجة مش حاسن ولا انت شايف ان حاسن لسه صغير ما يقدرش يدير شرك ولا يشوف مصالحنا عايز انت تكوش على كل حاجة ومحدش يقولك تلت التلاتة كقاب وماله أو ماله أخويها الكبير ويعمل اللي هو عايزه وأنا مش زيه هو اللي كان شايل كل حاجة من الأول يعني عارف الدنيا مش كيف مش حاجة أنا في الآخر وهد اللي عمله عشان كلام خايب زي ده مش قصدها يا حسن قصدها يعني يبقى كتفك في كتف اخوك ايدك في ايده تبقى سنده ودهره مش كده يا ريتال لا يا كريمة جصدة عشان هو دي اللي جوا جلبك وقلب بناتك خلاص خلاص مش عايز اسمع اي حاجة لا لازم ان تسمع وكمان لازم ان تعرف ان كريمة كل اللي يهمها انها تاخدك انت واخوك تحت باطها غلطانة جابريا لأن ولادك زي ولادي ويمكن أكتر شوية عارفة ليه أكتر؟ عشان حسن حيبقى أبو عيال بنتي ومره وان كمان حيبقى أبو عيال بنتي يعني حتة مني فهمتي ولا لسه؟ ما عادش واسه بكلام ده طول بالك يا حسن حسن طول بالك؟ بنت انت قومي من هنا وما تعوديش معانا بدل ما دي كيب طبع العسن ده فوشك هتجومي تروحي فان؟ وانت كيف تتكلميها كده؟ تتكلميها يا زيبقى ايه يا عايز يا حسن؟ ايه؟ انت عايز تقرن البيت دي اللي كان بتشغل عندك وانا في البيت ببنت عبدالله؟ هنا مفيش اسياد وعبيد هنا في اسحاب بيت والكل هنا واحد خلاص يا حسن خلاص خلاص ما حدش ليه حاجة والكلام اللي بقوله هو اللي هيتسمع وكلام ابوي هيكون سيف على رجبينا اللي عاجبه الكلام اهلا وسهلا اللي مش عاجبه الباب فوض جمل ده انت بتتحدى لنا؟ هتحدى مين؟ خلاص بس؟ كفاية؟ كفاية؟ كل ده؟ عشان عايز احافظ على اموالنا؟ كل واحد لو خطأ اي حاجة هيضيحها وترجعوا تاني وتقولوا يا ريت اللي يحصوا المكان كلام كلام ابوي بس هو اللي هيتنفذ فاهمين؟ خلاص الكلام من النهار ده لازم تعرفوا ان مروان هو الكبير واللي يقوله سيف على رجبيكم كلكم فاهمين؟ وحاجة انا فيه؟ نسيت اخوك يا عمتي؟ خلاص؟ ما عادش افراسك؟ نسيت انه مدفون من غير ما ناخد عزاه؟ نسيت بيته وحاجها؟ بتدوري على حاجك وحاج بناتك مش كده؟ تعالي بس يا نادي عايزكي تعالي فيه؟ البيت دي ما تقعدش تجيجها واحدة هنين؟ بعد اللي عملت اطلعي برا طيب واللي انت عملته واللي ابوك عمله انا مش ناسية وامري ما هذا ناديا وامرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرا